نادي الأهلي الموسم كان فيه تحسن بتكلم على الأداء الجماعي وسط الملعب أيا كان كان مين موجود بتلاقي العجلة دايرة بشكل أكتر من رائع عملية تطوير اللعبين كمان عملية قام بها كولر بشكل كبير جدا وبشكل سريع جدا وبشكل رائع جدا تكلمنا على أداء محمد هاني محمد هاني من اللعبة المميزة جدا في هذا الموسم نتكلمنا على عبد المنعم نتكلم كمان على مهم جدا انتقال حسين الشحات من مركز الجناح اليمين لمركز الجناح الشمال خلي بالك بتبقى عملية ان حسين متعود انه يلعب ناحية اليمين بشكل أو بآخر مع وجود بيرسي تاو وتقلق بيرسي تاو يعني وتطوير أداءه بشكل أكتر من رائع في النص الأخير من الموسم ويحسين الشحات راحل ناحية الشمال لقينا تطور كبير جدا كمان لحسين الشحات في الجناح الشمال وبدأ يظهر إمكانياته بشكل على مستوى التهديف على مستوى صناعة الأهداف بنتكلم حتى دلوقتي محمد شريف يمكن ما شاركش فيه دقائق كتيرة لكن لما بينزل بيثبت انه مهاجم كويس وعهداف وما عنديش كلمة البديل داية اللي جات في التقرير لان ما عندناش بودلاء في النادي الأهل النادي الأهل سكواد كبير وزي ما بقول لحضراتكم ما فيش عملية ده بديل وده أساسي وده احتياط الموضوع ده مش موجود في قموس كولر ولا موجود في قموس فريق النادي الأهل السنادي عندنا سكواد كامل كله بيشارك بشكل كبير جدا عدد كبير جدا من سكواد شارك بدقائق لا بأس بها في هذا الموسم وبالتالي موسم ناجح بكل المقايص حياة دوري المصري كمان اتقدم بشكل كبير الموسم ده كمان على صعيد القيمة التسوقية للدوري المصري يمكن زي ما بقول لحضراتكم ترانسفير ماركت احدى طبعا يعني مواقع المهتمة جدا بالأرقام على مستوى العالم يمكن القيمة التسوقية للسنة اللي فاتت وصلت ل180 مليون يورو دي تصدر طبعا أنديت النادي الأهلي ب33 مليون يورو متفوقا على صاحب طبعا المركز الثاني الزمالك والقيمة التسوقية وصلت ل22 مليون يورو طبعا فريق حرس الحدود هو أقل قيمة التسوقية أو سوقية في مسابقة الدوري هذا الموسم ب3 و3 من 10 مليون يورو الأهلي كمان زي ما بقول لحضراتكم تأهل لدوري الأبطال طبعا دوري أبطال الأفريق للموسم اللي جاي هو فريق بيراميز اللي يعني أول مرة يوصل له هذه البطولة في تاريخه احتل لفريق نادي الزمالك وفيوتشر للمركز الثالث ورابع ويومي حيمثلوا مصر إن شاء الله على مستوى الكنفدرالية وطبعا على صعيد الهبطين طبعا ودع طبعا أندية حرس الحدود وغازل المحلة وأصوان لمسابقة الدوري الممتاز مع صعود طبعا ثلاث أندية للدوري الممتاز ديف جديد هو فريق زد لجاند طبعا فريق الجونة وبلدية المحلة نادي الأهلي الحقيقة كان طبعا زي ما قلت لحضراتكم خلال التقرير 63 هدف وهو أفضل خط هجوم في الدوري كمان كان صاحب أقوى دفاع ب13 هدف سكنت شباكو جاء في المركز الثاني لأقوى خط هجوم فريق بيراميز ب58 هدف ثم الزمالك ب52 هدف على صعيد طبعا القوة الدفاعية كان فيوتشر في المركز الثاني بعد النادي الأهلي وسكنت شباكو 23 هدف فقط ثم المركز الثالث كان بيراميز ودخل مرمى 24 هدف وكانت أكيد فريق حرس الحدود الأقل تحقيقا للفوز بخمس انتصارات في الدوري وتعرض للخسارة ب19 مباراة وهو أيضا صاحب أضعف خط هجوم حرس الحدود ب21 هدف غاز المحلة يمكن كمان صاحب أضعف خط دفاع استقبل شباكو 47 هدف والنادي المؤولين الحقيقة دخل وسجل إحصائية للدوري الممتاز الموسم اللي فات وكان أكثر تحقيقا للتعادلات ب17 تعادل في مشوار البطول كمان شهدت مباراة الدوري السنة دي تسجيل 20 هدف عكسي للفرق في مرمى زي ما بقول لحضراتكم النادي الآلي موسم ولا أروع على مستوى الأرقام على مستوى النتائج على مستوى اللاعبين الحقيقة حتى أفشة ظهر في التلت الأخير من الموسم بشكل أكتر من رائع ظهر بشكل اللي احنا عارفين أفشة طبعا لسه كما عندنا عندنا غيابات كريم فؤاد ربنا يرجعه بالسلامة لسه عندنا أكرم توفيق لسه في بعض الغيابات عمر السلية هيعود تاني بعد الإصابة الحقيقة عندنا سكواد محترم جدا جدا وإن شاء الله بإذن الله يكون الموسم القادم موسم يعني على مستوى الدوري كمان على مستوى عالي جدا 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 إن شاء الله بإذن الله فريق النادي الآلي هيكون لنا كلام مهم جدا عن الحصاد زي ما بقول لحضراتكم وكمان عن المباراة اللي فاتت أمام النادي المصري في مسابقة الدوري العام وحنتكلم كمان عن مباراة النادي الأهلي اللي جاية أمام فريق الدخلية يوم الحد إن شاء الله في دور الستاشر لكاس مصر ديوفنا النهاردة هيكون يعني كمان عندنا لغة الأرقام يعني المتميز محمد الباز عندنا إحصائية ممتازة للدوري المصري السنادي إحصائية رائعة هتكون معنا من خلال محمد الباز وعندنا اتنين نجوم كبار طبعا الكابتن الكبير عادل طعيم هيشرفنا مع الكابتن الكبير عمر الحديد عشان نتكلم على هذه الملفات ونشوف أو شايفين إزاي النادي الأهلي خلال الدوري أو خلال الموسم المنقضي من الدور المصري إيه اللي اتحقق على مستوى طبعا الأرقام القياسية واستعدادتنا كمان للفترة اللي جاية زي ما بقول لحضراتك عندنا مباراة قادمة يعني مع فريق الدخلية في كاس مصر في دور السبتاشر وبعدين عندنا بعدين منتظرنا نادي أعتقد إن شاء الله في لو إن شاء الله يعني ربنا إن شاء الله يكتب الفوز لفرقتنا المباراة اللي جاية وننقابل إن بي عشان نكون في دور قبل النهائي في كاس مصر إيه نادي المصري المصري وبعدين إن بي يعني عندنا الدخلية وبعدين عندنا نادي المصري ونقابل إن شاء الله بإذن الله إن بي في دور قبل النهائي نروح بعض الأخبار السريعة عندنا من النادي الأهلي يعني إن شاء الله في يوم الحد مؤتمر صحفي لإعلان عن راعي جديد راعي جديد بينضم لقائمة رعاة النادي الأهلي الحقيقة خلال الفترة اللي جاية يحضر المؤتمر أكيد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وعضاء مجلس الإدارة وعدد من جوم فريق الكرة والفرق الرياضية طبعا يعني راعي جديد للنادي الأهلي ده بيدخلك في جزئية كان فيها لغة كبيرة جدا هو إيش معنى النادي الأهلي يعني كل الرعاة دول الحقيقة يعني أي شركة في العالم وأي حد عنده منتج عايز يسوقه بيدور على اسمه بيدور على كيانه بيدور على مؤسسة تكون عندها نجاحات كبيرة جدا جدا عشان يكون اسم المنتج بتاعه مرتبط بهذا الكيان وعلى خلال يعني يعني أنا يعني بستعجب شوية إزاي الناس يعني بتقول الكلام ده طب مش معنى النادي الأهلي النادي الأهلي أرقامه القياسية بطولاته جماهيره شعبيته على مستوى العالم كله على مستوى أفريقيا النادي الأهلي الحقيقة يعني عنده عنده جاذبية كبيرة جدا جدا وعنده نجاحات كبيرة حتى على مستوى الرعاة ما فيش أفضل من النادي الأهلي لأي شركة ممكن تسوق منتجتها أو أي راعي عايز يبرز يعني إنتاجه أو علامة التجارية حيكون أفضل من النادي الأهلي وبالتالي بيسعى الكثير جدا من الرعاة اللي يكونوا موجودين جنب شعار النادي الأهلي والحقيقة يوم الحد إن شاء الله يكون فيه راعي إن شاء الله جديد فيه من ضمن رعاة النادي الأهلي وده شيء مهم جدا مهم جدا العملية الاستثمارية وإنك عندك رعاة كثيرين جدا عندك دخل كبير جدا بيخش من خلالها الرعاة عشان تقدر تجيب اللعيبة اللي أنت يعني تحقق بها البطولات وتحقق أحلام الجماعية حقيقة الفريق الأول لقرط القدم بالنادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر